موسيقى السلام عليكم و اهلي فيكم في بيدي الجديد الاي ماك المهم الاي ماك الجديد طبال نزلت اي ماك 24 انش كان عندنا 21.5 و 27 انش الان كنسلتها و حطت 24 ففي 24 و 27 لكن 27 ما غيرت في شي انتلو كل شي و نفس الشكل اصلا ما نزلت شي جديد فيه كل المؤتمر هذا اللي حق ال 24 انش اللي هو بمعالج ال M1 برضو الوان فيه نسختين لحق ال 24 انش لا تخلطون بينهم فيه واحد مع اثنين بورت او مدخلين او مدخلين و فيه ثاني اربع مداخل سنتكلم عنهم حبة حبة المدخلين فيه اربع الوان اللون الازرق اللون الاخضر اللون ال pink الوردي واللون السلفر اللي بو اربع مداخل فيه سبع الوان نفس الالوان اللي قبل شوي زيادة عليها اللون الاصفر و زيادة اللون البرتغالي و برضو اللون البنفسجي هذا ثلاثة الوان زيادة على اربع مداخل ليس بمدخلين الأسعار بمدخلين ب1300 باربع مداخل ب1500 من مهم 24 انش من ما قلت لكم قبل نزلت مش 5K لان 27 انش 5K ولا 4K اللي كان موجود 5K لا 4.5K الكورز 8 كورز يوصل الميموري الى 16 جيجرام التو بورتز الستوريج حدى الى 1 تيرا الاربع بورتز يوصل الى 2 تيرا الستوريج او الذاكرة الكيبورد اللي يجي معه كيبورد و ماوس الكيبورد اللي يجي معه كيبورد فيه بس زر لحق تقفل الكيبورد وفيه لحق التتش اي دي اصر تطلب الحالة اما 4 بورتز يجي معه تتش اي دي ممكن نزر تتش اي دي اصر تشخصين تستخدموا الكمبيوتر واحد يحط صبعة يحول الحساب حق الشخص هذا يجي انا مثلا اذا انا معك احد صبعي تتلحق تتش اي دي يحول حق حسابي ونكمل فهذا الحركة مع الكيبورد فيه انواع برضو لحق فانكشن زيادة والكيبورد برضو و المو يجي على الوان الجهاز نفسه يعني لو ان ازرق تجي كيبورد ازرق السيستم او التشيب اللي موجود اللي فيه بورتز يكون المعالج ثمانية والجي بيو سبعة اللي فيه اربع بورتز المعالج ثمانية والجي بيو ثمانية برضو هذا الاختلاف مع السيكس كور نيرول انجين نفسهم كلهم موجود اليهم الميموري فيه ثمانية وفيه ستعاش كيف اكتبه ثمانية الرام ولا ستعاش الريزولوشن فيه اثنين هم 4480x220 بيكسل النت او السطوع الشاشة 500 نت اثنين هم الكاميرات ابل حدثتها خطت لك ال Full HD هنا وبرضو فيها image signal processor فتكون لك ابل وتتكلم انها راح تكون معالج الفيديوهات وتتكلم ان اشيء مشغلت راح تكون افضل بكتير من السخلات ديما فشوف مع Full HD الصوت فيه ستة سبيكرز برضو في السبيكرات هذي يدعمون لك special audio فيدعمون لك Dolby Atomos الست سبيكرات في اي ماك 24 انش اثنين هم في النسختين هذا حلو فيه برضو ثلاث مايكات حركة حلوة فيه يمنعون برضو نويز في الزعاج من الزعاج الهدفون جاك موجودة 3.5 لكن ابل ما قدرت تحطه من الخلف لان الهدفون جاك شوي السمك حقه ما تقدر تركبه في الاي ماك الجديد لان الاي ماك هذي 24 انش انحف من ان يركب الهدفون جاك فحطت ابل لك في الجم فيه مسافة كده لان السمك ما يقدرون نركبون الاكسيدة كده من الخلف مع المداخل لان المداخل في الخلف موجودة فحطوها في الجم كده عشان يقدر يأخذ مساحة اما ليماكات الغديمة كان المدخل الهدفون جاك في الخلف موجودة واي فاي سيكس موجودة شيء يعني ما راح نقول واه ولا سنصفق لها ولازم تحطها يعني واي فاي سيكس بس هذا كل حاجة متى راح ينزل متى راح يتوفر نفس الجهزة الثانية راح يبدأ الطلب المصبغلة نهاية الشهر هذا الجمعة مش هذي الجمعة الجاية راح يبدأ الطلب المصبغلة وبيتوفر مع ابل تفيه والايبادة برو نصمي بعد اسبوعين بس فعلا في نهاية الفيديو لا تنسونا اشتراك في الغناء اشتراك في حساب سناب شات شارعي فضواتكم اعمال ليك المكتاع ونشار المكتاع لا تنسونا افضل دعاكم السلام عليكم شكرا شكرا